من ناحية تانية النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى بالفريق أوستن قائد القيادة المركزية الأمريكية والسفير علاء يوسف صرح بخصوص هذا اللقاء أن قائد القيادة المركزية الأمريكية قال أن ولاية المتحدة بتنظر لمصر باعتبرها شريك رئيسي لها وتسعى إلى تعزيز التعاون معها وأشهد أوستن بتوجه المصري نحو قيادة الاعتدال في المنطقة عبر الدعوة إلى خطاب ديني مستنير في مواجهة قوى التطرف والإرهاب وأكد على حرص الولايات المتحدة على العمل مع مصر من أجل دعم ومسندة قوى الاعتدال في مواجهة التحديات المختلفة أما الرئيس أكد خلال اللقاء أن الظروف اللي بتمر بيها المنطقة تعتبر استثنائية وغير مسبوقة وهو الأمر الذي يتطلب تفاهم أكثر عمقا وإدراكا لحقيقة الأمور وسبل التعامل معها وأن مصر حذرت من انتشار الإرهاب في المنطقة وأن الرئيس برضو طلب باتخاذ إجراءات فعالة لوقف تدفق المقاتلين الأجانب وإمدادهم بالمال والسلاح إمداد طبعا الجماعات المتطرفة بالمال والسلاح